لا هكذا الله مهده لا شريك له وأشهد أن لمحمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بحب عباد الله نعم الله علينا لا تعد ومن له علينا لا ترصى لكن أعظم نعمة يتنهم بها الإنسان هي نعمة الهداية فما أعظمها وما أعلى شأنها وما أشقى الحياة بدونها لقد وجد الإنسان في هذه الدنيا جاهلاً يحتاج إلى من يدل جاهلاً يحتاج إلى من يعلم ضعيفاً يحتاج إلى من يعينه ويأخذ بيده وكل هذه الحاجات توفى لمن يرزمه الله نعمة الهداية حين يدله الله على طليل السعادة في الدنيا والآخرة ويعلمه كيفية السير عليها ثم يوده بالعون والتثبيت عليها حتى يلقى معاشر المسلمين في ربطان تجلل نعمة الهداية أعينا جميعاً حين أرثنا الله طريق طاعته ثم أعاننا ووفقنا للأمل بما علمنا بفضل الله سمنا وبمعونته قمنا وبتوفيقه تلونا القرآن وأطعمنا الطعام وجادت أيدينا بالماء وكل ذلك من نعمة الله علينا بهداية نعمة تستنزم منا أن نكبر الله على ما هدانا ونشكره على ما أولانا ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هدانا ونعلموا تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن من واجب شكر هذه النعمة العظيمة يا عباد الله أن نكبت عن هداية بعد الرضا وأن لا نتنكب الطريق ولا تنحف من السبل وأن لا نرجع إلى اتيه في أودية الننيا هاركة كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنى قل إن هدى الله هو الهدى معاشر المسلمين في الليلة النظرية حلت قيود الشياطين وعانت الوردة من جديد إلى ساحة النعركة ليقبلوا مسيرة جهوة ويرابطوا على أبواب السراط المستقيم ليبرجوا منه عبادا كانوا على درد الطاعة سائرين وعن سبل المعاصي مرحظين ستسمعون لدى أبن المعاصي فأضربوا عنهم آدى لكم سترون تزينهم للمكرات فغضوا عنها أبصاركم ستشكرون بوزوستهم وتثبيطهم فاستعيدوا بالله منهم ولا تمكنوهم من قلوبكم اثبتوا على الطاعة وأكثروا منها فهي من أعظم المثبتات ولو أنهم فعلوا ما يعقون به كان خيرا منهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا حجرا عظيمة ولهديناهم سراطا مستقيمة اعتصموا بالقرآن اعتصموا بالقرآن الذي كنتم تقدمونه ولا يمن آخر العهد به يوم أمس فالقرآن هو الحبل وهو المنجي والمحتصر والمحتصر واعتصموا بحمد الله جميعا حافظوا يا عباد الله على الصلاوات المفروضة فإنها عمال الدين وأساس الصلاح التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فستساجر عمله ليكون لهم ورد ثابت من الصيام لا تترقونه أبدا ولتكن البداية بصيام ست من شوار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صامر رضان ثم أتبعهم ستا من شوار كانت صيام الده الله أكبر الله أكبر لا إله إذا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما في إمامنا الآل والحكمة أقولوا ما سمعتم وأستغفر الله واستغفره إنه هو الرحيم الحمد لله والسلام على من لا نبي بعده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر النساء من سيداتنا وسيداتكم ناسية بنت مزاهم امرأة فرعا تلك المرأة الصالمة التي عاشت في أفسد بيئة يمكن أن يعيش فيها إنسان عاشت في كنف فرعا أحتى أهل الأرض وأطراهم وبنأجبائهم للقلك والمال والمتاع ولكن مع ذلك فإن آسية لم تغرها زينة الدنيا ولم تخدعها هبهة الملك ولم تخفها تحديدات طاضية فاختارت الله على فرعا وقدمت قصور الجنان على حطام الفرائنة وآثرت الآخرة الباقية على الدنيا الفانية فكانت نعم المثال فكانت نعم المثال ونعم القدوة الصالحة لأهل الإيمان وضرب الله مثلا من الذين آمنوا ورأت فرعا إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين معاشر النساء قد علم العدو والصديق أن صلاح المرأة هو صلاح الأمة وفسادها هو فساد الأمة فالجيل إنما يصنع على عينها ويفرج من يديها لا يخبى على أحد أن زماننا قد تكادرت فيه الفتن وهدمت فيه المغريات من كل حذب وصر وكبر فيه المكر خصوصا عليكم يا معاشر النساء فاهتدين بالمغران واتصلن بالله وتزينن بالتقوى وتمسكن بالحجاب وكننا داعيات إلى الخير والفضيلة زكى الله قلوبكم ولنور بالهدى طريقهم عباد الله إذا وافق يوم العيد يوم جمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي الطهر أطبعا في الميت ولا يجعل الجمعة وهذه نفسط لمن احتاج إليها وشهود الجمعة أفضل اللهم تقبل من الصيام والقيام اللهم تقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين اللهم أعد علينا ومضال عواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا ممن طال عمره وحسن أمله واجعل عيدنا سيدا وعملنا صالحا وشيدا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ومنا تأمرنا وانصر جنودا المرابطين على ثمورنا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم آمنا في المرسلين والاهم ミم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر